تتمة الأصحاح الثالث وهذه نسخة عن الرسالة من أرتحشست الملك الأكبر إلى الوزراء والحكام الخاضعين لهم في المائة والسبعة والعشرين إقليماً من الهندي إلى الحبشة تصلت على شعوب كثيرين وأخضعت المسكونة كلها ما أردت أن أصاق بالاعتداء الناتج عن قدرتي بل تصرفت بالرحمة والحلم ليقضي عبيدي حياتهم بلا خوف وتكون طرقات مملكتي آمنة من الحدود ويتمتع الناس بالسلام الذي يصب إليه كل بشر فسألت المستشارين لدي كيف يتم ذلك فنهض واحد منهم يفوق من سواه في الحكمة والأمانة وهو الرجل الثاني في المملكة واسمه هامان فقال بين الشعوب المشتتة في المسكونة يعيش شعب ميال إلى الأزى يتصرف بخلاف شرائع جميع الشعوب ويستخف بأوامر الملوك بحيث صار عائقاً لتماسك المملكة التي نحاول سياستها باستقامة فلما تيقننا أن شعباً واحداً يخالف سائر البشر يعيش منفرداً ليتتبع شرائعه الخاصة وأن عداءه لقضيانا يدفعه إلى اقتراف السيئات فيقلق السلام في الأقاليم لأجل كل هذا أمرنا أن كل من يشير إليهم هامان المولى على جميع الأقاليم والذي نكرمه بمنزلة أب أن يبادوا بأيدي أعدائهم هم ونساؤهم وأولادهم ولا يرحمهم أحد في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني عشر شهر آزار من هذه السنة حتى إذا هبط أولئك الميالون إلى الأزى إلى الموت في يوم واحد يعودوا إلى مملكتنا السلام الذي أقلقوه ترجمة نانسي قنقر